السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم معلمتكم فاطمة اليحية لمادة المهارات الحياتية والأسرية موضوعنا لهذا اليوم هو آداب اللعب الهدف العام هو أن يتعرف الطالب أو الطالبة على آداب اللعب الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب أو الطالبة آداب اللعب حتى نستفيد سويا من الدرس هنا قوانين للصف الافتراضي سوف نتفق عليها لا أستخدم أجهزة أخرى أثناء حضوري للدرس بالرغم من عدم رؤيتي لزميلاتنا أو زملائنا أو المعلمين وجها لوجه إلا أننا سنتمكن من التعلم معا حينما يبدأ وقت الحصة المباشرة تأكد من استعدادك الكامل في مكان ملائم للدراسة أحبتي كما كنا ننصت للمعلم في الصف أنصت جيدا للدرس عن بعد وللشخص الذي سيساعدنا في المنزل أثناء البث المباشر للدرس أستأكد أن عقلي يفكر وأذني منصته وألتزم الهدوء وعيني تشاهد ما هو اللعب؟ حسنا طلابي وطالباتي هنا نبدأ بتناول درسنا لهذا اليوم معلمتي ما هو اللعب؟ ما هو تعريف اللعب؟ هيا لقد تناولناه سابقا ما هو اللعب؟ من يذكرني بذلك؟ ما هو اللعب؟ هو نشاط حركي يقوم به الفرد بهدف المتعة عندما أريد أن أستمتع بوقتي بعد العودة من المدرسة أو خلال الفسحة ماذا أفعل؟ أريد أن أستمتع بوقتي أقوم باللعب مع أصدقائي أو مع إخوتي إذن هو نشاط حركي يقوم به الفرد أي الطالب أو الطالبة بهدف المتعة والفرح والضحك إذن عندما نقوم باللعب هناك مجموعة من الآداب يجب علينا اتباعها أو هناك مجموعة من التصرفات طلابي وطالباتي عندما تقومون أو تريدون اللعب مع أصدقائكم أو إخوتكم يجب عليكم القيام بها ما هي؟ ما هي؟ ماذا تشاهدون هنا بالصورة؟ ماذا تشاهدون هنا بالصورة؟ هناك الطالب أحمد وهناك الطالب خالد الطالب أحمد يلبس الزي المدرسي الرسمي ثوب وهنا خالد يرتدي بدلة رياضية تناسب الحركة وتناسب اللعب إذن من آداب اللعب طلابي وطالباتي أن أرتدي اللباس المناسب المريح المناسب للعب أما فيما يخص طالباتي الفتيات هل يصح أثناء اللعب أن ألبس فستان؟ فضفاض هكذا لا يصح طلابي وطالباتي لابد أن أرتدي ماذا؟ لباس أو زي مناسب قد أرتدي ماذا؟ بنت طال أسفل الفستان بحيث يسمح لي بالحركة أو زي مناسب للعب أيضا من آداب اللعب مراعاة أدوار الآخرين مراعاة أدوار الآخرين سأذكر لكم الآن قصة ذهب أحمد وأسماء وخالد إلى الحديقة ويريدون جميعهم اللعب بالمرجحة حسنا المرجحة لا يوجد هناك إلا مرجحة واحدة ذكر أحمد أنا سألعب أولا قالت أسماء ماذا أريد أن أنا أن ألعب أولا فأتى خالد وقال ماذا؟ متى يأتي دوري؟ أنا أريد اللعب أولا إذن ماذا يجب أن يفعلوا هنا؟ لابد أن يحترموا الأدوار فذكروا أن سوف نتفق سنوزع الأدوار بيننا من حضر أولا إلى الحديقة؟ أحمد أنا حضرت أولا انظروا أنا في المقدمة ذكرت أسماء أنا التالية ذكر خالد أنا آخر شخص أتى إلى الحديقة إذن من سيلعب أولا؟ سيلعب أولا من حضر أولا إذن نبدأ بالأدوار أحمد ثم أسماء ثم خالد ولكن عند أخذ المرجحة واللعب بها لابد أن لا تطيل الوقت بها وتراعي أصدقائك أو أقرانك الآخرين فلنتفق إذن يا أحمد أنت لك خمس دقائق وأسماء خمس دقائق وخالد خمس دقائق لا يصح أن تركب المرجحة وتلعب وتجلس طوال الوقت متى يحين دورنا؟ متى نلعب؟ إذن طلابي وطالباتي عند الذهاب إلى الحديقة واللعب لابد من مراعاة الأدوار هل يصح أن أأتي وأذهب إلى المرجحة وألعب وألعب ألعب طوال الوقت؟ ماذا عن البقية؟ متى يحينوا وقتهم؟ متى يلعبون؟ لا يصح ذلك إذن لابد من مراعاة الآخرين ومراعاة الترتيب والاتفاق بأن ألعب جزءا من الوقت في هذه اللعبة وأغادر حتى أسمح للطلاب الآخرين بأن يستمتعوا كما استمتعت أنا حسنوا طلابي وطالباتي إذن من أداب اللعب مراعاة أدوار الآخرين إذن من أداب اللعب أيضا ترتيب الألعاب بعد اللعب هنا تشاهدون بالصورة صورتان مختلفتان في الأعلى أنا أشاهد صورة لغرفة مكركبة مليئة بالألعاب غير مرتبة وبالأسفل أشاهد غرفة مرتبة غير مكركبة يحتفظون بألعابهم في مكان مخصص في صندوق الألعاب لنذكر قصة هنا عندما عاد أحمد من المدرسة كان متعب ومجهد ويريد أن يستمتع بوقته بعد أن عاد من المدرسة وغسل يديه وارتدم لابس أخرى وذهب إلى تناول وجبة الغداء وذهب بعد ذلك إلى حل أو استذكار دروسه بعد المدرسة وأخذ قصة من الراحة أتى وقت اللعب عندما حان وقت اللعب ذكرت له والدته اذهب يا أحمد إلى غرفة الألعاب والعب فيها وحافظ على ألعابك بعد أن تنتهي من اللعب أرجو منك يا أحمد أن تعيد جميع الألعاب التي لعبتها إلى صندوق الألعاب أو إلى المكان المخصص للألعاب أرجوك أن لا تتركها مبعثرة أو مكركبة على الأرض فسمع أحمد كلام والدته وفعل ما تريد فقام بجمع الألعاب جميعها ووضعها في صندوق الألعاب أحسنتم إذن من آداب اللعب ترتيب الألعاب بعد اللعب أيضا من آداب اللعب هو المحافظة على الألعاب هل يصح طنلاب وطالباتي؟ عندما والدي أو والدتي يقوم بشراء لعبالي سيارة أو طائرة إلكترونية أيا كان هل يصح أن أقوم برميها هكذا على الجدار وكسرها أو القيام بضربها هكذا في الأرض؟ هل يصح؟ لا يجوز ذلك طلابي وطالباتي لماذا؟ لأن والدي أو والدتي قاموا بشراء هذه اللعبة بهدف أن يسعدوني أن أقوم باللعب أن أروح عن نفسي بعد جهد أو عناء المدرسة لذلك لابد من الحفاظ على ألعابي انظروا هنا إلى الصورة معي ماذا تشاهدون؟ هل هذا تصرف سليم؟ هل هذا تصرف صحيح ويسعد والدي أو والدتي ويجعلهم فخورين أو سعيدين بـ؟ ما هذا التصرف؟ يقوم بتحطيم أو كسر الألعاب هذا تصرف غير سليم انظروا إلى الولد أو إلى الطالب أو ماذا يفعل؟ هل هذا تصرف سليم؟ طبعا تصرف غير سليم ولكن انظروا إلى الصورة التي بالأعلى إلى الطالب الذي يقوم باللعب بالطائرة الألكترونية بالريموت يستفيد من ألعابه يسعد بها ويحافظ عليها لكي تبقى معه لوقت أطول إذن الألعاب أقوم بالاستفادة منها والمحافظة عليها لكي تبقى معي ولكن هنا الطالب بالأسفل يقوم بتخريب الألعاب ولا يستفيد منها ويزعج والديه إذن من أداب اللعب المحافظة على الألعاب وعدم تكسيرها أو عدم تخريبها أو تحطيمها أيضا من أداب اللعب مشاركة الأصدقاء أثناء اللعب هل يصح عندما أمتلك لعبة وأكون أنا وإخوتي في غرفة الألعاب أن أقول لا هذه لعبتي أرجوكم لا يشاركوني أحد فيها وأمتنعان اللعب معهم أحتفظ باللعبة لي لوحدي الهدف من اللعب ذكرنا أن أكون مستمتع أو غير جو أو أنبسط فألعب مع أصدقائي أو ألعب مع أقراني أو إخوتي وأشاركهم لعبتي وهم أيضا يشاركوني ألعابهم ونلعب سويا إذن من أداب اللعب مشاركة الأصدقاء باللعب انظروا هنا إلى الصورة جميعهم يلعبون معا أو يلعبون سويا ويستمتعون بوقتهم أيضا من أداب اللعب اختيار المكان المناسب لللعب هل يصح طلعبي وطالباتي أن ألعب في أي مكان أأخذ ألعابي وأذهب مثلا إلى المطبخ أو أذهب مثلا أكرمكم الله إلى دورة المياه لا يصح ذلك اللعب له أماكن مخصصة مثل الحديقة مثل غرفة الألعاب مثل فناء المنزل أو ما يطلق عليه السور أو الحوش إذن اللعب يكون له أماكن مخصصة لا يصح اللعب في أي مكان ذكرنا مثل غرفة الألعاب كما تشاهدون في الصورة أو فناء المنزل إلى هنا طلابي وطالباتي ننتهي من درسنا لهذا اليوم كان عن آداب اللعب ما هي آدابه أين نلعب وماذا يجب علينا أن نفعل أثناء اللعب أرجو منكم مراجعة الدرس وسؤال والدكم أو والدتكم عن أشياء أو نقاط لم تفهموها إذن على أولياء الأمور تعميم المهارة من خلال توفير أماكن مناسبة للعب للأطفال في المنزل وتعليمهم أو تدريبهم على آداب اللعب التوصيات العمل على الإطلاع والمشاهد على تكرار دروس المهارات الحياتية من خلال قنوات البث التلفزيونية ضرورة حرص الوالدين على متابعة الأبناء عند مشاهدة الحصص التعليمية الالتزام بالمراجعة الدورية عند انتهاء الحصص اليومية جلوس الأهل مع الأبناء ومحاورتهم والاستماع إليهم وإلى ملاحظاتهم أيضا خلق بيئة منزلية محفزة للأبناء في المنزل من خلال التشجيع بالمحفزات والمكافآت المادية نقل أثر التعلم من الحصص الدراسية إلى المنزل من خلال الأنشطة اليومية المنزلية إلى هنا ننتهي من درسنا لهذا اليوم إلى اللقاء